قام الأستاذ الدكتور أنطوان مصر عضو المجلس الدستوري في لبنان ورئيس كرسي اليونسكو لدراسة مقارنة الأديان في جامعة القديس يوسف في بيروت بزيارة إلى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات بعمان رافقه خلالها الأب نبي الحداد حيث قدمت مديرة المكتب الدكتور باسم السمعان للضيف والوفد المرافق شرحا مفصلا عن أعماله ونشاطات المكتب وتغطياته الشاملة لمعظم مناطق المملكة كما شرح الأبن بي الحداد ضد ضيف أهمية الرسالة التي تقدمها نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والعالم وشارك في اللقاء السيدة ماريش قير والسيد رالف من مكتب نورسات في لبنان ويشار بأن الدكتور مسراء الحاصل على العديد من الشهادات الجامعية العليا يعمل حاليا أستاذا في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف في بيروت وزائرا في عدة جامعات في ألمانيا وإيطاليا وكندا وسويسرا